كلامي ان ارضى للشباب اللي من سن كده بابا وماما لو هم ابعاد عن التلفزيون نادونهم ولو هم مقايلين شوية اعلوا التلفزيون عن اخر بس ما تمشوش كلامي ليكو برضو طبيقات الامهات واصدقاء الاباء انقذوا الشباب الشباب محتاج مننا نيولوك في التعامل نظرة جديدة هتقولوا ليه الشباب فل واخر حلاوة لا الحقيقة فيه مشكلة المفروض ان كل جيل يسلم الراية للجيل اللي بعده زي سباق تتابع كده يجي الجيل يمشي مسافة يكتسب خبرات يكتسب قدرات يكتسب مهارات يسلمها امانة للجيل اللي بعده ويقول له حافظ عليها ونميها وسلمها للجيل اللي بعدك وعشان الدنيا تمشي لقدام لازم قدرات الجيل ده تبقى اقوى من الجيل السابق هي دي سنة الحياة احنا غلطنا لما اخترعنا موضوع القوى العاملة ده الشباب قاعد على الهاوي سنين مستنى الفرج مستنى الوظيفة اللي هتجيبها له الحكومة علمناه التواكن والاعتماد على الغير والكسل وقتلنا طموحه غلطنا كمان لما عملنا مناهج التعليم معتمد على التحفظ والتلقين مش على الفهم والادراك والتفكير يعني انا عمري مفهمتي يعني ايه اجابة نموذجية دي يعني كل التلامزة يفكره زي بعض طب ازاي طبعا التلمين اسكح مولود بالحداقة المصرية يعني ايه بقى حفظوا الاجابة النموذجية يدخل الامتحاد يحطها في الوراء ويطلع من الجراء ولا حاجة تبقى في دماغه الحياة ما تنفعش معاها الاجابة النموذجية سابقة التجهيز دي خالص فكره كل حاجة في الدنيا قابلة للنقاش والرفض او القبول لكن لازم تفكره اللي مش عايز يفكر ده انسان متعصد مش سامع غير صوت تفكيره هو وبس اللي مش قادر يفكر ده بقى عنده مشكلة مريض هنا في اختلال ما عندهش قدرة على التفكير اما اللي خايف يفكر ده عبد وانتو احرار يبقى تفكره وتختلفه وتفكره وترفضه وتفكره وتختلفه وتفكره ولازم توصله بتفكيرك للافضل دينا الحنيف حسنا على التفكير قال تعالى ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال في سورة الحشر وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم الله في احلى من كده كلام اشتركوا في القناة